ايه برضو النهاردة كابتن عصام رئيس لجنة الحكام قال تصريحات لي انه ليس من حق الحكم ان يحل الحالات التحكمية احتزابها خلال المباراة وفقا لللواح والقوانين هقف هنا كابتن بقى يا كابتن عصام انا رسالة لك من قناتنا انا سر عباس اولا عصام صديق اللاية جدا ايو اشتغلنا مع بعض ست سنين افضل ست سنين اشتغلنا مع بعض انا وهو عملنا تحكم كواز جدا جدا كابتن اسلام كنا مركزين في شغلنا كابتن عصام حضرتك اللي سمحت للحكم يطلع ثم تصريح ليجي بعد كده ان الحكم ما اخطأش وان كل اللي قاله محمد عادل كلام طبيعي وكامل كلام عادي جدا جدا وكنت مؤيد تماما ان محمد عادل قال الكلام ده فجينا بتصريح تالت اللي هو تقريبا مبارح ان اصمع بفتح يوكو في الحكم بسبب تصريحاته اللي قادلة بها في المواقع نعم طيب انت الوقتي حضرتك حضرتك مين سمحت له وبعدين ايته ورجعت وقفته كابتن الكلام ده ما ينفعش ممكن ما يكونش حصل ان هو ما وقفه ما حدش عارف لا هو طلع قال كده كابتن هو طلع قال كده هو طلع في بعض البرامج قال ان انا وقفت الحكم لان هو طلع شرح وفسر اتحالات التحكمية كابتن عصام انت مسؤول كبير ما كان يجب عليك انك انت تدي تعلماتك لحكمك حاجة تانية للمحمد عادل محمد انت حكم كبير حتى لو انا رئيس لجنة حكام قال لي اطلع في الاعلام اقول له لا ما قدرش لا اطلع بس كلم في العام اتكلم في العام اتكلم في تجهيزي في تجهيزي البدني في الزهني في الكوبريشن بيني وبين الحكم المساعدين تعاون اتكلم في الامر ده اتكلم في الامراء ازاي حضرت نفسي ليها اتكلم في ان ربنا وفقني ونجحت اتكلم ان في عوامل مساعدة فريقين والسلوك والجمهور الجميل وانما ما تكلمش ودي ما حصلتش في التاريخ كابتن ان حد يطلع يحلل اخطاء التحكمية دخلت نفسك في المشاكل محمد والنهاردة انت عندك مشكلة هل انت النهاردة محمد هتحكم للأهل هل هتحكم للزمالك ده السؤال لا كابتن هو انا برضو مش هو ده الموضوع بعيدا عن الأهل والزمالك لو كابتن محمد بيحكم مبرامة بين ناصر عباس وإسلام خلاص وبعدين جي ناصر كسب إسلام أو كسبان الشرط الأولي 3-0 انا هيجري بقى ناصر لكابتن عادل يقول له احتويني يا كابتن اش هو ده المعنى دوارد دوارد كابتن اه انت هديني بقى شوية كابتن عشان انت في المش قبل كده حصل منك كذا يبقى نهاردة على فكرة انا ما تكلم بجد وده اللي هيحصل ده بلاش محمد عادل طب ممكن نهاردة اي فريق مع اي حكم تاني كابتن ما هو محمد عادل احتوى اللعيبة ما تحتوينا انت كمان يعني انت نهاردة سنت سنة كابتن المشكلة اي كابتن لم يكن حكم دول كبير من فضلك من فضلك حاسب على كلامك كل كلمة تطلحها انت مسؤول عنها عندك الحكم تحت الاختبار الحكم درجة الثالثة والتانية والأولى كلهم بيقالدوك احنا قلنا للمباراة كوائسة خلاص الناس كلها تلعت اشدد انما ما حصل بعد المباراة طبعا كلام خطير يجب ان يتعاقب عليه الحكم ويجب ان يتعاقب عليه من اداله التصريح انه نهاردة في تحاد كرة مسؤول ما ينفعش اتحاده الكرة النهاردة حتى لو يس راجل الحكام يدي تعلمات الحكم يطلع